في تونس تلوخ أزمة جديدة في الأفق داخل حركة النهضة فبعد أن وقع نحو مئة قيادهم في الحركة عريضة يطالبون فيها رئيس الحركة الحركة النهضة الحال راشد الغنوشي بعدم إعادة ترشحه لرئاسة الحركة جاء رد من الغنوشي برفضه قابول ما جاء في العريضة واتهم الغنوشي الموقعين على الوثيقة بأنهم يحاولون فرض وصايتهم على المؤتمر العام للحزن كما استنكر الطريقة التي تسلم بها العريضة معتبرا قدومهم بوفد مفاجئ ليلا شبيها بما يحدث في الانقلابات على حسب تعبيره بتوازي مع ذلك يعقد مكتب مجلس أندواب اجتماعا للنظر في مشاريع القوانين المعطلة فيما قالت رئيسة كتلة الدستورية الحر عبير موسي إن أجندة مكتب المجلس تتضمن النظر في مشروعي قانون يتعلق بالتفاقيتين لتونس مع كل من قطر وتركيا وحضرت رئيس البرلمان من تمرير للتفاقيتين وصفة إياهما بأنهما خطر داهم إذن أرحب ضيفي في هذا الحوار من تونس الكاتب والباحث السياسي السيد لطفي بن صالح وأيضا أرحب بالكاتب والباحث السياسي السيد بحري العرفاوي أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين يعني أبدأ منك سيد لطفي بن صالح بينما نحن الآن نتحاور هيئة مكتب المجلس أيضا تبحث مسألة الموافقة أو طرح الاتفاقيتين التونسية مع تركيا وقطر ما هي المخاوف الحقيقية برأيك من هتين الاتفاقيتين مساء الخير يمكن أن نقول أن المكتب المجلس النواب أو البرلمان بقيادة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أمام مرمى حجر يعني مرة أخرى فهو يفجر مجددا اعتزامه أي اعتزام الكتل البرلمانية المساندة لراشد الغنوشي وحركته أو حزبه حركة النهضة اعتزامهم تفجير مسألة أو أزمة كانت قديمة وخلنا أنها اندثرت لكنها تتفاشل مجددا تتمثل في إمكانية تمرير اتفاقية مع كل من تركيا وقطر باختصار هذه أو محاولة تمرير هذه الاتفاقيات تؤكد مجددا تخندق راشد الغنوشي وحركة النهضة تخندقه في زاوية أو محور تركي قطري ضد محورا آخر وهو ما يحيد بصورة تونس وسمعتها خصوصه أن السياسة الخارجية في تونس وعلاقاتها الدولية انبنت لحد اليوم حتى مع قيس صعيد رئيس الجمهورية لحد اليوم انبنت على الحياد أي انبنت على النائب النفس مما سيفجر تجاذبات ومناكفات جديدة صلب البرلمان وحتى خارجه خصوصا مع موقف رئيس الجمهورية مؤقرا يعني لما زار فرنسا زار الرئيس الفرنسي وعبرا صراحة على أنه ليس مع المحور التركي أو حتى مع غيره وهو في ذلك رد على رأس الغنوشي من مغبة تكرار محاول التمرير مثل هذا المشروع لكن يبدو أن رأس الغنوشي يعتزمه في مثل هذه الفترة الحساسة خصوصا وأنه يشهد انقسامات يريد أن يطفع الضوء وسنتحدث عن هذه الانقسامات على أزمته وانقسامات حزبه سنتحدث عن هذه الانقسامات لحقا أيضا في هذا الحوار لكن دعني أستطلع رأيي سيد بحري العرفوي سيد بحري هل مصلحة تونس في عقد هتين الاتفاقياتين بالطريقة التي تم استعراضها من خلال مشروع القانون والذي تشير الطيارات المدنية إلى أن هذا القانون أو هذه الاتفاقيات هي مشبوهة واستعمارية تحية لسادة المتابعين وليحضرتكم كنا تناقشنا في قناتكم في هذه المسألة وكان قد سبق أن ترح هدان المشروعان وتم سحبهما ربما نتيجة ضغط داخل برلمان أو ضغط حزبي أيضا الآن يعاد طرح المشروعين ربما أن السيد رئيس الحكومة الجديد المشيشي باعتباره قادما من خارج الأحزاب السياسية ويقول أن حكومته هي حكومة إنجاز وليس حكومة إديولوجية وهذا مهم جدا ربما يقدروا أن التعامل مع ترقي أو قطر أو مع أي جهة أخرى مع الإمارات أو مع السعودية أو مع أي دولة لنا معها مصالح اقتصادية هذا لا يمس من السيادة الوطنية عندما يكون تحت صقف السيادة الوطنية وفي عنوان المصالح المشتركة السيد المشيشي ليس معنيا بخصومات إديولوجية وسيرعات إديولوجية وتونس هي دولة إمكانياتها محدودة وعبر التاريخ عرفت سياساتها بالحياة لكن هل يمكن أن يأتي ذلك على حساب السيادة الوطنية سيد العرفاوي كما تقول الطائرات المدنية إذا ثبت أن هذين المشروعين يمساني من السيادة الوطنية فنواب الشعب أكيد أنهم لن يمرروا مثل هذه المشاريع هناك تفاصيل أنا طلعت في المرة الفارت عندما عرض هذين المشروعين هناك تفاصيل فعلا تمسوا من السيادة الوطنية موضعنا نحدد بصراحة سيد العرفاوي الكل يعلم أن تركيا وقطر هم الدولتان الأهم لربما في المنطقة وأيضا في العالم كله ألتان تمولان وتدعمان وتؤازران طيارات الإسلام السياسي في العالم كله فبالتالي هل نتوقع من الإسلام السياسي في البرلمان التونسي أن يرفض اتفاقيتين تعززان من وجود الأب الروحي لهما إذا انطلقنا من هذه المسلمة بين ظفرين سنجد من يقول أن هناك طيارات أخرى تدعمها في رنسا أو تدعمها الإمارات أو تدعمها السعودية أنا حقيقة لا أحب أن ينقسم التونسيون بين محاور وبين أطراف حتى يظهر التونسيون كما لو أنهم عملاء وأنا كتبته نصا في هذا المعنى يعني كأن التونسيين يتحولون إلى عملاء قطر وشق آخر دعني أشرك في هذه النقطة ضيفي سيد لطفي سيد لطفي ما رأيك في هذا الطرح يعني هل بالفعل ما نفترضه هو وهم وأنه بالفعل نواب الكرامة وقلب تونس أيضا الذي يعني يشارك أو يؤيد النهضة والنهضة سيفصلان بين الانتماء الايدولوجي وبين مصلحة الوطن التونسي في ترجيح اتفاقيتين كهتين بالنسبة إلى ائتلاف الكرامة طيار ائتلاف الكرامة لا يمكنه أن يعارض حركة النهضة هذا أصبح واضحا يعني في فترة الأخيرة وفي فترة راهنة وحتى مستقبلا ائتلاف الكرامة هو الذراع الأيمن أو العظد الكبير والمساند لحركة النهضة هذا لم يعد مجال الشاك فيه يبقى المتحالف معهما الثالث حزب قلتوس حزب نابل قروي يبدو أن المصلحية واختلاف المسائل هنا اختلاف المسائل ربما يكون قلب تونس مع حركة النهضة واتلاف الكرامة في مواضيع أو مسائل معينة دون أخرى ربما ينقذ نفسه حزب نابل قروي في هذه المرة ولا يتماشى أو لا يساند حركة النهضة واتلاف الكرامة في مثل هذه الاتفاقيتين التي أعضاء قلب تونس أنفسهم بعضهم أكد في فترة سابقة بأن هذين أو هتين الاتفاقيتين تمسوا بالفعل مضمونها يمسوا بالسيادة الوطنية أي سيادة تونس التي تقوم كما قلنا على الحيادية على عدم نحن لم نقل تونس تقاطع تركيا وقطر قلنا والقانون والدستور يقول أن تعامل بحياد سياسة تونس الخارجيين تقوم على الحياد ومن يقوم بها أو من يحدده رئيس الجمهورية إذن سيصبح هناك هجوم عادة لكن ألا يخشى أن يكون هناك فتح قناة مع الدول التي تدعم طيار الإسلام السياسي من خلال هذه الاتفاقية أن يؤدي ذلك قطعا إلى تمويل ودعم هذه التيارات خلال الفترة المقبلة وبالتالي نشهد تغير في شكل التركيبة السياسية في تونس من خلال تقوية هذه التيارات ما رأيك سيد لطفي لا نعتقد أولئك أعتقد جازما أن تركيا وقطر أوقف دعمهما لطيارات الإسلام السياسي خصوصا هنا نذكر كما قلنا حركة النهضة وتلف الكرامة وبعض الطيارات الأخرى حتى التي غير موجودة في البرلمان لكن أنت تسألين به هذا مربط الفرص أن تسألين عن إمكانية انضمام أطراف أخرى يمكن أن تدعمها مستقبلا تركيا وقطر قلت لا أعتقد أن قلب تونس سيزوج بنفسه في مثل هذه المحرقة الجديدة لكن حتى وإن قلب تونس ذهب في ركاب حركة النهضة وتلف الكرامة وجرت أذياله يعني وهو كالقطيع أعتقد أنه سيحكم على نفسي هذا الحزب بالموت وهو الذي واجهه وحزب قلب تونس يواجه مسائلات وملفات في القضاء حول الفساد وحول غيره لأن كل المصلحة هو حمايته من المسائل ومن القضاء ومن السجول ومن ربما حتى من المنف نفس الهوازس والمخاوف التي تخافوا منها حركة النهضة الآن لذلك هي تريد أن تحمي نفسها دوليا وبالحديث عن حركة النهضة يبدو أن المشكلات ليست فقط متعلقة نيابيا ولكن داخل الحركة نفسها استمعنا جميعا إلى خطاب سيد رشد الغنوشي وحتى النبرة التي تحدث بها والتي اعتبرها البعض بأنها فيها مبالغة جدا وأنه حاول أن يقدم نفسه على أعتبر أنه الزعيم الأوحد الذي لا يقارع سؤالي لك سيد بحري العرفاوي ما الذي يدعو سيد الغنوشي للتشبث والتمسك بمنصبه بهذه القوة وبينما هو يقدم نفسه على اعتبر أنه الزعيم النموذجي لماذا يخرق قاعدة من قواعد السياسة الداخلية للحركة وهي عدم الترشح أكثر من ولايتين متتليتين داني أسوق ملاحظة منهجية أولا البارحة الأستاذ سمير ديلو وهو أحد الموقعين على العريضة التي يطالب الأستاذ رشد الغنوشي باحترام الفصل 31 من القانون الأساسي للحركة كان قال أنا لا أعلقه على هذه الرسالة لأني لست متأكدا أنها من سياغة الأستاذ رشد الغنوشي حتى يعلن هو رسميا أو يعلن أحد ممثله أو المتكلمين باسمه عن كون هذه الرسالة هي منسوبة لأستاذ رشد الغنوشي هذا من حيث الشكل مضمونين الرسالة يعني عبرت عن هناك روحية يعني هي لا تعبر عن حالة من الاحتراب بالداخل الحركة الرسالتان رسالة المجموعة وعلى رد الأستاذ رشد الغنوشي الرسالتان تعبران عن حالة من السخونة الديمقراطية سيدي هذه نقطة لا تحتاج إلى تأويلات كثيرة هو الرجل تمسك بالبقاء في المنصب هنا نحن بصدد تقدير موقف سياسي المجموعة ترى أن الاحترام الديمقراطية تقتضي الالتزام بهذا الفصل وعدم الترشح لدورة ثالثة وتؤكد على مبدئية التداول والعنوان الرسالة هو هذا يعني التأكيد على أن مستقبل الحركة ومستقبل تونس أيضا في احترام مبدأ التداول ليس هذا فقط ولكن أيضا سيد العرساوي الموقعون المئة يرون أنه ينبغي أن تسلم الحركة لقيادات شبابية تستطيع على الأقل التكيف مع المتغيرات التي تواجهها تونس والكل يرى أن النهضة تتراجع انتخابيا وسياسيا وهذا أيضا ما قاله الموقعون سؤالي لك سيد لطفي يعني رأى البعض أن الغنوش بإعلان هي استبطن حربا مع قيادات أو إعلان حرب على قيادات الحزب هل تشهد برأيك الأيام المقبلة تصعيد يغير التوازنات الداخلية للحركة هي هذه التوازنات في حزب حركة النهضة في الحقيقة ليست بالجديدة لكنها انفجرت في هذه الفطرة بالذات لأن موعد مؤتمر حزب حركة النهضة اقترب أو قرب هذا الموعد قديمة لأن في الاجتماعات مجلس الشورى حركة النهضة في الفطرة السابقة حوالي سنتين من الآن كانت هناك حمال وطيس يعني كانت هناك خلافات حادة لما تخرج للإعلام ولم تخرج كثيرا كانت هناك خلافات حادة لكن ستين عضوا أعلانوا وقيادي أعلانوا حركة النهضة استعدادهم للاستقالة يعني اليوم الأمر أيضا ساخن جدا في النهضة نعم بالفعل 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 اليوم انكشف ما قولوا أنتم تحدثوا عنه وصيب يقن في السنتين البذل اليوم انكشف هذا الانقسام أن حركة النهضة لم تعد قادرة على إخفاء الإقسامات التي تجري داخلها خصوصا أن هذا الانقسام لم يعد بسبب كما قلنا مواضيع أو مسائل من هنا وهناك بل بسبب أو بخصوص مسألة إمكانية قيادة أو تجديد قيادة رجل غنوشي لحزب حركة النهضة فرجل غنوشي لم يعد مرغوبا فيه من قبل قيادين لنقول أطرافا معينة في حركة النهضة لكن له غايتين أسيسيتين من وراء تمسكه بهذه القيادة محتسار الغاية الأولى هي عدم لكي لا تفلت من يديه أو من قضاته حزبه الذي يعتقد أو يريد أن يهوم الجميع بكون ذلك الزعيم الأوحد ثم الغاية الأساسية الثانية والمهمة أن رجل غنوشي ذكي وله من الدهاء يدرك جيدا أنه إذا تخلع عن رئاسة حزب حركة النهضة سيصبح ضعيفا حتى ولو بقي رئيس تعليقك سيد العفاوي على هاتين النقطتين تتزيغ كتلته عنوية في دقيقة ونصف في دقيقة ونصف لو سمحت تعليقك أنا قلت بأن الأستاذ رجل غنوشي فرق بين الزعماء داخل الدولة والزعماء داخل الأحزاب وتحدث على أن الزعماء داخل الأحزاب قال يجب أن يقع الاستثمار في الزعماء الناجحين وهو يقدر أنه قاد حركته في ظل هذه التوترات الداخلية والخارجية وخاصة في فترة يتعرض فيه وتحديدا إلى هجمة يعني من أطراف داخلية وخارجية وأساسا داخل البرلمان وقد تابعنا محاولة سحب الثقة منه داخل البرلمان ربما يرى أنه خرج من هذه المعارك منتصرا ويرى ضرورة الاستثمار والعبارة له في الرسالة إذا صحت نسبتها إليه يقول أنه يجب الاستثمار تعليقك على هذا هل بالفعل الغنوشي خرج منتصرا سيد لطفي بن صالح هو في 30 ثانية وهل سيتم دفع ثمن هاء الشقاقات التي حدثت انتخابيا لاحقا باختصار يعني رجل الغنوشي الآن يسعى لتجديد قيادته لحركة النهضة لكي يحمي نفسه أكثر لكي يحصن نفسه أكثر رجل الغنوشي له يعني ملفات راكدة قد تأتي وقد تعصفه حتى بتاريخه ثانيا في إجابة على السؤال الثاني باختصار يعني لكي نستقرأ هذا المشهد يبدو أن هذه الإقسامات ستعصف به بل ستؤكد أنه من هازم منذ مدة وهو يعيش هذه الهواجسة والمخاوف من هازمته شكرا جزيلا لكم ضيفي الكلمين نعم أشكركم جزيلا شكرا من تونس الكاتب والبحث السياسي السيد لطفي بن صالح والكاتب والبحث السياسي سيد بحري العرفاوي أشكركم جزيلا شكرا شكرا جزيلا شكرا لكم يا